ولذلك أقول إن الحق في مسألة التمذهب ما ذهب إليه كثير من المحققين من أنه يجوز للمسلم أن ينتسب إلى أحد المذاهب ولا يجب عليه ذلك فيجوز للمسلم أن ينتسب إلى المذاهب المعروفة إلى واحد من المذاهب المعروفة جائز ولا عيب عليه ولا لوم عليه لكن لا يجب عليه ذلك فيجوز للمسلم أن ينتسب ويجوز للمسلم أن لا ينتسب وأما التعصب لمذهب حتى يرد الحق من أجل المذهب فهذا حرام لا يجوز أبدا بل إن نقول إنه يجوز للمسلم أن يأخذ بقول أي عالم من علماء المسلمين المعتبرين إذا قام الدليل على قوله وأما إلزام الناس بمذهب معين لا يجوز الخروج عنه فهذا لا يجوز وإجاب الانتساب إلى مذهب معين لا يجوز وإنما هو جائز ليس بواجب ولا يجوز التعصب لماذا؟ لأنه لم يدل دليل على الإيجاب ولا يجوز إلزام الناس بشيء بدون دليل ولأن هذا لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة فكيف يكون واجبا بعدهم هذا ما كان واجبا على صدر الأمة فكيف يكون واجبا على المتأخرين من الأمة الشريعة واحدة ولم تأتي شريعة جديدة بعد الأئمة الأربعة فما دام أن الانتساب إلى مذهب لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة يقينا فإنه لا يكون واجبا بعد الأئمة الأربعة يقينا أيضا لو كان الالتزام بمذهب واجبا لكان مذهب الصحابة أولى من مذهب من بعدهم ترجمة نانسي قنقر